يا أهلا والله اليومين هذي طلع فيه إشاعات أنه الآن سناب مع التحديث الأخير بتقدر تعرف أخويك أو أي شخص التابعة بتقدر تعرف وين راحه وإش الأماكن اللي زارها هذا الشي مو بصح والآن أبوضح لكم الميزة اللي أضافتها سناب بآخر التحديث بالميزة سلمكم والله بآخر تحديث للسناب شات ظهرت ميزة الأماكن زي ما انتم شايفين في الخريطة حق السناب لو ضغطت على هذا الخيار بيطلع لك هذه الصفحة طبعا الصفحة هذه فيها ثلاث خيارات زي ما انتم شايفين الأماكن أكثر انتشارا فهذه ميزة جدا رهيبة من سناب راح تساعد الناس اللي بيسافرون أو يروحون أي مكان جديد يتعرفون أو يشوفون وش الأماكن الكثيرة اللي يروحون لها الناس في هذه المدينة فزي ما انتم شايفين تقدر تختار أي مثلا مطعم أو أي مكان أو أي معلم دائما في زحمة ناس فتقدر تروح له من خلال سناب شات زي ما انتم شايفين يعطيك وجهة المكان ويعطيك أيضا الطريق حقه أو كل الأشياء اللي ممكن تخص هذا المكان حتى زي ما انتم شايفين يقول لك ترى السبت والأحد الوضع هنا بيكون جدا زحمة في هذا المكان طيب هذا بالنسبة للاكثر انتشارا شرحناها الآن في خيار مفضلات تقدر تضيف أي موقع عندك مفضلة وتقدر تطلع عليه في أي وقت الخيار الثالث اللي الناس فهمته غلط أنه سناب ترى بيخزن عن الأماكن اللي أنت رايح لها أو أيضا بيقدر أي أحد أن يشوفوش الأماكن اللي أنت زرتها هذا الكلام غير صحيح لو رحت لأماكن اللي تمت زيارتها كل هذه الأماكن أنا سبق وصورت الأماكن هذه وحطيت اللوكيشن في السنابة فبكذا صارت أو صار اللوكيشن أو المكان موجود في خيار اللي هو تمت زيارة كيف الآن بوريك لو رحت الآن السنابة كأنك بتصور صورة وبعدها اخترت خيار اللي هو استقرات هذا وضفت الموقع خلص الآن الموقع اللي راح حطه أو راح أنزله بهذه السنابة على طول دايريكت راح يكون محفوظ في هذه الخانة اللي هي تمت الزيارة فهذا الموضوع بالاختصار صراحة ميزة الأكثر انتشارا هذه ميزة جدا رهيبة من سنابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر